موسيقى السلام عليكم تدخلات أجنبية في الشأن الليبي بهدف حالة أزمة البلاد حسب ما يقول المجتمع الدولي حوارات واتفاقيات تأتي بنتائج يطبق بعضها ويهمش البعض الآخر وكان آخر هذه الاجتماعات اجتماع باريس والذي كان من المقرر أن يناقش الأوضاع في ليبيا فتغيب عنه الكثيرين ولم يحدث شيئا ليطرح سؤالنا الرئيسي في هذه الحلقة هل تعتقد أن الدورة الدولية كان إيجابيا في حال حالة أزمة البلاد فلنتابع معا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش اجتماع باريس تراجع من اجتماع وزري ليصبح اجتماعا لكبار الموظفين لدبلوماسي 12 دولة إلى جانب فرنسا ومساعدة موغيريني هيل جاشميد والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر هكذا وصفته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية فالاجتماع الذي كان من المقرر أن يناقش الأوضاع في ليبيا بمشاركة عدد من الدول لم يكن في المستوى المطلوب فلم تحضر الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني نظرا لطبيعة الاجتماع ومستوى التمثيل فيه وأنه كان على مستوى تقني وليس سياسيا حسب ما صرحت المتحدثة باسمها نبيلا مصرالي إلى وكالة آيكي الإيطالية من جهاته استنكر المتحدث باسم آمين عام جامعة الدول العربية محمود عفيفي عدم استدعاء باريس للجامعة العربية في الاجتماع الذي ناقش تطورات الأوضاع في ليبيا ويرى مراقبون أنه في ظل استمرار الصراع في ليبيا تبقى أغلب الاجتماعات لدعم المصالح لا لبحث الأوضاع في ليبيا سؤال الأسبوع الذي يقول هل تعتبر أن الدورة الدولي كان إيجابيا في حل أزمات ليبيا واتبعتم التصويت على الموقع الرسمي للقناة نشاهد الآن التصويت ليظهر أمامنا على هذه الشاشة والسؤال يقول هل تعتبر أن الدورة الدولي كان إيجابيا في حل أزمة البلاد هذه النتائج تظهر أمامكم تتغير كل يوم من يوم الأحد وحتى يوم الخميس كانت الإجابات والخلاصة لهذا اليوم والنتائج الأخيرة 14% يرون بأن المجتمع الدولي يلعب دور بارز وإيجابي في حل أزمة البلاد 80% لا يرون ذلك ولا يريدون التدخل الدولي وستة في المئة لا رأي لهم في هذا الموضوع إذن مشاهدين الكرام يمكنكم الدخول والتصويت على هذا السؤال يعني قبل الساعة الخامسة وخمسون دقيقة بالتحديد حتى تظهر لنا النتائج الأخيرة في هذه الحلقة أعود إلى مشاركين عبر الاتصال الهاتف وأبدأ معهما الحوار والنقاش معي أبو حريك من المرج ومحمد من المرج ومحمد من طرابلس بك أولا بحريك من المرج أهلا بك حياة طيبة لك يا أخي العزيز حياة كالله يا بحريك حياة كالله بحريك يعني التدخلات الأجنبية ما رأيك في التدخلات الأجنبية التي تقول بأنها ستحل أزمات ليبيا نحن ماذا جرى لنا من فكاك وهل وضع المساوي وهل الإرادات البلاد وهل المنكرسات وهل مجمد اللي بالخارج اللي بالدخلات الأجنبية فراحها وخاصة دول الجوار نحن شميزان الأمرار حتى في حق نظام المقبور كان الفساد والضياء دائما من دول الجوار وخاصة المنفذ المصري هذا اللي دائما جبرنا الأمراض والغطايا والمجرمين الأجدار كمنا من يدعم فيهم غادي والأموال ليبيا بغير ميش مليار موجودة وغير فعل في فرنسا والله في بردين وما هالحوارات في إيطاليا إلا المتعى لأهل المجلس متى أطرابلس والبرلمان تعطب رقابة متشبعين والتنفخين فلوس والجوهين وخلاص والمتبرر المواطن اللي حاوله لقوة نفس ماذا تفسير يعني؟ ما تفسيرك لازدياد يعني والتمادي المجتمع الدولي ليتدخل في الشؤون الداخلية في ليبيا لماذا يتدخل؟ هل تعتبر أن ذلك يرجع لضعف السياسيين لدينا في ليبيا مثلا؟ لا شكرا بذلك الجنوب دولة الشرك دولة الغرب دولة أمزيغ بربر كائنات ميليشيات إصابات ست مليون ومليون نصف من مجهب الجذافي والملك في الخلوط هذا رأيك أبوحريك نشكرك جزيلا شكرا على هذه المشاركة لمحمد من طرابلس أهلا بك محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد يعني هل تعتبر أن الدورة الدولي كان إيجابيا في مساهمته في حل أزمة البلاد؟ يعني آخرها كان من المقرر أن يعقد اجتماع باريس ويناقش فيه الأوضاع في ليبيا وقبلها سبقت عدة اجتماعات وحوارات لعلها برزع يعني الالتفاق السياسي في الصخيرات المغربية الذي لم يلتزم به المجتمع الدولي أولا يا أستاذ المجتمع الدولي ما يعرفش في تدخل طاحته هذه لازم تقول لي في يعرفها صفحة تدخل حتم والله يعني في إيقبار ما تطريب حاجة فأكيد هذه صراحة بالنسبة للتدخل ليبيا مش تود تدخل المجتمع الدولي تدخل يا أستاذ احنا كنا في دولة أيام حق الملكية كنا تدخل وقدنا مؤسسات وكل شيء علم تمام هي في المية من التسعة والسسين ليبيا ستة المؤامرة لا توا جينا في مؤامرة والتدخل واتباع الدولية وتواع الدولية واني تدخل يشوفوا العراق يشوفوا العراق تدخل وفهم واني قاعدة لا دولة حرف صراحة والله سبحانه تعالى شكاية سأل أشكرك محمد من مدينة تربس وكذلك أبو حريك من المرج أشكركما أنتما الاثنان أنوه مشاهدين الكرام أن كافة تعليقاتكم التي علقتم بها على موضوع الحلقة وهو الموضوع الأسبوعي تظهر أسفل الشاشة وأيضا سؤال الأسبوع الذي هو سؤال حلقة اليوم يظهر أيضا أسفل الشاشة وكذلك الأرقام التي يمكنكم التواصل معنا عبرها تظهر أسفل الشاشة ومعي أكرم ومحمود كلاهما من ترابلس بك أولا أكرم أهلا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أكرم دعم أكرم يعني هل تعتبر أن الدور الدولي يلعب دورا إيجابيا في حله لأزمات ليبيا والله للأسف لا وكل مشاكل ليبيا بسببها المستمع الدولي المناطق كيف ذلك كنا نعتقد بأن التعام الدولي كان من أجل بناء ديسفراطية ودولة حديثة في ليبيا ولكن للأسف صدح أنه الغرض منه اللي طاحها بالجدافل استبدالها بطاغية آخر لأن صراع علي ليبيا من الدول القدرة والعظمى فرنسا أمريكا بريطانيا روسيا كلها لها أصماع إذا كانت ليبيا دولة لا تملك النفط ولا تملك الغاز فلننشاهد لهم أي تدخل ولكن للأسف ليبيا دولة نصفية فلها أصماع كثيرة من الدول المجاورة أو من الدول الغربية طيب أكرم إذا ما سألتك عن أسباب التدخل الأجنبي هل ترى بأن ضعف السياسيين في ليبيا زاد من التدخل الأجنبي مثلا؟ عفوا عفوا الشق الأخير من السؤال لما سألتك هل تعتبر أن ضعف السياسيين الليبيين هو سبب في تدخل المجتمع الدولي؟ هي أكيد طبعا أكيد يعني في 2012 2013 السفيرة دي بورا كانت تسول في ليبيا يعني أنا أول مرة نشوف السفير يزور في القبائل ويزور في القرى هل يستطيع السفير الليبي في أمريكا ديارة المنيات هناك والدقاء بالجميع الاتجاهات السياسية في أمريكا وفي بريطانيا وفي أي دولة مستحيل؟ والله يتم تا يضطرده من نفس اليوم لأنها علاقة تكون بالخارجية فقط لكن السفيرة دي بورا مرة كل مرة شوفها مرة كل غارب مرة كل شوفها وهي سبب الفتنة الأول السفير الفرنساوي السفير البريطاني حتى هم كل واحد كان يصور يزور 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 في الفتن وهذه نهاية المحصلة يعني إذن فأنت تعتبر تدخل الأجنبي يعني يثير الفتن ويثير البلبلة في البلاد أليس كذلك؟ فعلا فعلا يعني حتى الليبيين مفروض يثلوا نفسهم بشي سبب هالدعم هذا كله يحقر يعني شو سبب هالدعم أكرم من مدينة طرابس شكرا جزيلا لك إلى محمود أهلا بك محمود وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا محمود المجتمع الدولي يا محمود لم يلتزم باتفاق الصخيرات المغربية ولعل أبرز يعني عدم التزاماته وخرقاته هو التدخل عبر الطيران الجوي وقصف المدنيين داخل الأراضي الليبية كيف ترى ذلك؟ أولا نحيي كسد محمود ونحيي كل المشاهدين كيرا حياك الله في السابق كنت نقول أترحم على شفادات عملية البنية المرسوس وإن شاء الله نقول توا إن شاء الله يرحم كل منات من الليبيين لحرار أخي فيما يتعلق لموضوع الحلقة يا أخي محمود العاب الليبيين نحنين فيه أنفسنا يعني فيه الليبيين جايين من برأ من دكتور من مش عارف شني هذا كله والله اللي جاي من برأ هذا والله ما فيه اطمع والله ما عندهم علاقة بليبيا بكل صراحة نقولها ولكن هناك من يرى بأن الناس التي جاءت من خارج البلاد هي ناس يعني متعلمة وناس مثقفة وسياسيين وسيرقون بالبلاد إلى الأعلى كيف ترى ذلك؟ أنا نحترم تقليمه واللي متعلم نحترمه واللي مش بتعلم هذا يشي خصة أنا عندي بلاد عندي ليبيا عندي ليبيا فاة ستة مليون بنيات المسكين بتاعبه اثنين واربعين عام السابق يعتني احنا نبقوا نقولوا بالفم المليان اللي ما عنداش علاقة بالسياسة واللي جاي بالفتنة يمشي يطلع يمشي ولي هو جاي من برأ على أشي مش كان برأ يقعمز برأ يجري يكمله وخاصة اللي عندهم جنسيات من ضمنهم حكتر من ضمنهم ما ترهوني ما ترهوني فيه هدب يعني عندهم جنسيات هذا كلهم مفروض خارج ليبيا يرجعون إذن فأنت ترى بأن ما لديه جنسية أخرى غير ليبيا غير جدير بأن يشمل المنصر نعم بالفم المليان وتريد شخصيات وطنية من داخل الوطن أليس كذلك؟ نعم تريد شخصيات وطنية من داخل الوطن نعم بكل جدير وإن شاء الله الشخصيات الوطنية هي التي توحد الصف الليبيين هذا ليون مليون وكوبلر مكوهد وكلهم أعداء ليبيا يجب الليبيين يحطوا يديهم في بعضهم ويوحدوا صفهم وإن شاء الله يا ربي سأل حالنا وحال البلاد ويا رب العالمين نسم الله أي لملي ما شملنا ويوحد صفنا يا محمود أشكرك أنت وأكرم أشكركما أنتما الأثنان إذا مشاهدينا الكرام يعني تتعدد الأراوة تختلف ولكن أغلب من اتصل بنا إلى حد الآن وهم أربعة يعني كانوا متفقين على أن التدخل الأجنبي هو سبب في دمار ليبيا أو سبب في قسمة ليبيا ونوهكم إلى أن يمكنكم المشاركة معنا عبر رسالة صوتية إلى صفحتنا بالفيسبوك صفحة رأي عام وذلك ليتم عرض وبث هذه الرسالة في برنامجنا إلى عبد الرحمن من طرابلس وأم بشائر من طرابلس أيضا بك ولن عبد الرحمن أهلا بك أبو عبد الرحمن إذن أهلا بك أبو عبد الرحمن أبو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء الخير يا أبو عبد الرحمن التدخلات الأجنبية التي شعارها ربما يعني إنقاذ ليبيا من الدمار وبث الاستقرار والأمن ونبذ الخلافات في البلاد هل ترى بأنها إيجابية أم لا؟ سمحني أنا ما أبقك مش إنقاذ ليبيا هذه دمار فيها كيف ذلك؟ أولا رب يحذك الله عز وجل يقول في القرارة وننطرب عنك اليهود ونسترى حتى تبع من الأسلام هذه قاعدة والمشاهدين لم يؤمنونش مثلا بالقرآن والأستبعد ذلك كلهم يؤمنون بقرآن من مننا لا يؤمنوا بهذا؟ الواقع يقول أن أي مكان يدخل فيه هما القوم يفرقون العراق شاهد على ذلك العراق شاهد على ذلك يعني أنت ترى بأن التجربة العراقية ربما تستنسخ في ليبيا ترى بأن التجربة العراقية ربما تستنسخ في ليبيا أيضا نعم 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 حلا داخليا وطنيا ليبيا ليبيا نعم 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 بل خراب ودمار ليبيا نعم هذه دول متآمرة متآمرة عليها البلاد وعلي ترواتها وعلي إضعاف قوة ليبيا والسلاع على تروات ليبيا بأي شكل ويحطونا حاكم آآ ساهموا مبتوها كبير الليبيين المسؤولين الليبيين اللي ما تبوش تتحدوا ما تبوش تتفقوا ما تبوش تشدوا ايد وحدة والبلاد ضايعا والناس تعاني كلها من عجل كراسي ومن عجل المزايا ومن عجل مرتباتكم اللي يقول لي أنه مش قادر المسؤول يقول لي مش قادر اتبك لي أنك شريف واستقيل انت مش قادر ولا ما قدرتش تدير ولا حاجة لكن كلكم تبو المرتبات وتبو الفلوس وتبو المزايا وتبو السفر طب أم بشائر ما هو الحل برأيك قبلك محمود يعني وأبو عبد الرحمن قالوا يريدون حلا ليبيا ليبيا داخل البلاد لا يتدخل فيه أي طرف خارج ليبيا هل تشاطرين هذا الرأي؟ الحل أنين ناشد كل الناس انضافوا الصرفاء والتوار ليبيا انضاف الشرفاء التوار ليبيا أرجوكم شدوا ايد وحدة شدوا ايد وحدة طورة ليبيا راهوا نويينها نويينها من الداخل والخارج وبيدين ليبيا أكتر لأنيني ليمع الليبيين مش هادين ايد وحدة يا طوار ليبيا أرجوكم راهوا نوييني طلعوكم راهوا زي ما داير السيسي توا رموز التورة ضرها وحبسها وقتلها واللي واللي يعني داخل السجن مرضى ما باش آخر واحد توا يهاب ولكن اللي داخل السجن مريضه ما باش عاجة يا السيسي راهوا في النهاية يا طوار حيقضوا عليكم واحد 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 ويعدموكم ويحاكموكم سأرجوكم يا طوار ليبيا شدوا ايد وحدة يا رجال ليبيا يا شرفاء ليبيا نسأل الله اي واحدة شملنا ويلملم كل شتاتنا يا رب العالمين اخرج بكم مشاهدين الكرامي لهذا الفاصل القصير ومن ثم نواصل اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة اليوم من برنامج رعي عام وهذا الجزء الثاني منها خصصناها عن رأي المشاهدين في التدخل الاجنبي ما اذا كان ايجابيا في ليبيا ام سلبيا ولكن اغلب المتصلين في الجزء الاول من هذه الحلقة رأوا بان التدخل الاجنبي هو امر سلبي على البلاد وينعكسه سلبا وسبب في الدمار والفرقة والشتات وان الحل يجب ان يكون ليبيا ليبيا لنرى بقية المتصلين في هذه الحلقة علينا نجد ارعان مختلفة مع احمد من طرابلس وميلود من زوارة احمد من طرابلس اهلا بك حياك الله يا احمد حياك الله اين انت ممن رأوا بان المجتمع الدولي سبب الدمار في ليبيا ومن من رأوا بانه سيخرج البلاد من ازمتها المجتمع الدولي الماثنين عادوا فيها الماثنين احضوها متحكم فيتر العالم كل الاستخبارات هذي متاحها تخدم في العالم كله وهي تخدم في مطلحها ايين قولة ايين الاستخبارات متاحها متخدم مطلحهم هما احمدها رب التعام لحسنية احمدها الشنية اللي اعدانة قلهم نجروه احمد مقصد متاحهم الاستخدارات نعم أحمد وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك على هذه مشاركة إلى ميلود من الزوارة أهلا بك ميلود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا ميلود وبرأيك هل تعتقد أن المجتمع الدولي يلعب دورا إيجابيا في حل أزمات ليبيا؟ أول شيء نترحم على شهادات العطش ودرايب من المرصوص ربدي ينقض منها في جنفودا من نفس المجتمع الدولي واضحة لهم شوفوا شو يصير في جنفودا وشوفوا شو يصير في سنة منه في سنة ومنه في جنفودا جنفودا فيها فرانسة وصنة دعم هذا يقوله دعم تحت الدولة ولكنها معدلاش لا رأيس حكوة دولة ولكنها واحدة الامريكا ليبيا يا سور محمد بنقولك على نقطة ليبيا بعد سنة 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 ستعمائية سبعية بحل المخبور بحل المرط بحل المرط اللي بحل المرط اللي مرط على من السبعية شرط الخط ليبيا لا يمكن تطبيقها القيام ليبيا مدين مدام اللي مرط يعدى ليبيا مش مشاهدة جدا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية مصر من التعليم من الكهرباء من المشاريع لها مصر مهدوم وهذا مجرد إذا فأنت ترى بأن التدخل الخارجي في ليبيا أمر سيء وسلبي أليس كذلك كارثة يا سيد محمد كارثة على ليبيا أشكرك إذا ميلود من زوارة وأحمد من ترابلس أشكركم أنتما الإثنان إذا مشاهدين الكرام يمكنكم التصويت على سؤال الأسبوع ودخول على موقع النبأ دوت تي فيي وذلك لاستكمال التصويت لنرى نتائج التصويت لدينا النهائية لهذا اليوم أعوذر المشاركين عبر الاتصال الهاتفي معي علي منجالو وعبد العزيز من ترابلس بك أولا علي منجالو أهلا بك السلام عليكم في محمد نهارك طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله حياك الله محمد شكرا يعني التدخلات الأجنبية كثرت في البلاد وعدة دول تدخلت هنا ذلك بهدف حل الأزمات في ليبيا حسب ما تقول معيك في هذه التدخلات وهذه الحوارات تلترى بأنها إيجابية أم سلبية؟ التدخلات الأجنبية أي محمد شن سببها؟ سببها أن المجتمع الليبي هو اللي طلب هذه التدخلات طبعا احنا في المجتمع الليبي عندنا ناس عندهم حتى جندات العالم هذا الخارجي في اللي عميل حتى لهم في اللي ابنهم أطمنه واخد الشفرام واخد الجرسية فولاها موش لليبيا ولاها لدولة الأمة اللي معيشاتهم بحباتهم المجتمع الدولي هو دول أكثرها نصرانية يهودية فما فيهاش خير ما فيهاش بركة يعني أنت تظن أنت كمسلم أن اللي قاعد يصير تواه هو فيه خير ليك أنك تتوالي في اليهود والنصران لا هو حربهم بالذات على الإسلام تحطيم الإسلام من 2011 نادى المجتمع الليبي هذا والشعب الليبي أرجوك تعالى تدخل يا عالم يا غربي وما يدريش على العواقب فهو المجتمع هذا الغربي ما تغير لك النظام أفقط لك النظام في ليبيا نهائيا معاش فيها نظام دولة لها دولة إذا فأنت ترى بأن المجتمع الدولي تتفق مع من قبلك بأن التدخل الدولي أمر سيء وسلبية شكرك علي من مدينة جالو شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة إلى عبدالعزيز من طرابلس أهلا بك يا عبدالعزيز أهلا بك يا عبدالعزيز أهلا بك حياك الله يا عبدالعزيز يا أخوي محمد ما فيش حد يرضى بالتدخل الأجنبي تتفق معي إن شاء الله تفضل نعم تتفق معي أن ما فيش حد يرضى بالتدخل الأجنبي سيء بلاد أي وطني ما يرضى بالتدخل الأجنبي أنا ما زلت أستمع إلى رأى الناس هناك من يرى بأنه ربما إيجابي حسب حتى التعليقات بالصفحة أستاذ محمد قلت لك بأن هناك من يرى أن التدخل الأجنبي سيحل أزمات البلاد ما رأيك أنت عبدالعزيز محمد أي وطني ما محمد يعني كيف ترى التدخل الأجنبي في ليبيا هل ترى بأنه سيحل الخلفات داخل البلاد أم أنه سيزيد أطين بالله محمد أي تدخل إلى الدول الأجنبي محمد نعتذر منك ذلك لسوء التغطية لديك نعمل منك إعادة الاتصال بنا وأن تجد مكان به تغطية إلى سالم من طرابلو سهلا بك سالم أهلا أستاذ محمد حياك الله يا سالم تحياتنا لك أستاذ محمد حياك الله سالم يعني التدخل الأجنبي في ليبيا يعني أجمع من اتصل بنا في هذه الحلقة على أن التدخل الأجنبي في ليبيا أمر سلبي وأنه لن يأتي بنتيجة إيجابية ما رأيك أنت؟ طبعا أي تدخل أجنبي في أي دولة كانت ليبيا والله غيرها مش هيجيب خير لكن هذا السؤال استاذ محمد هذا السؤال مفروض يتوجه للسياسيين الليبيين اللي فاشلين أن مع بعضهم ما قدرواش يديروا لليبيا حد المفروض هم كانوا مديرين حل ليبيا لا تخش دول خليجية لمصر لتركيا لقطر لليماركو الواحد شاب طرف ويدعم فيه إحنا كانوا متريس مجلس النواب والمؤتمر وإحنا صراحة الحل في ليبيا الحل الأخير اللي جعدنا المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق المفروض يتوافق عليها ولمون المساكل اللي في ليبيا مصر في ليبيا واحد مؤسسة نفط واحدة مصر في ليبيا واحد نعم؟ المجلس الرئاسي جاء من المجتمع الدولي با معاه احنا من المجتمع الدولي احنا ليبيا في حاجة للمجتمع الدولي بس إنهم مساكلنا لأن الليبيين فشلوا أن يحلوا مساكلهم بروحهم أي قولة تفصل تحل مساكلها بيخص الأم المتحدة وإنت أحد أفراد دول أحد دول المجتمع الدولي طيب المجتمع الدولي لم يلتزم باتفاق السياسي في الصخيرات المغربية ويتدخل الآن في شؤون ليبيا يعني عن طريق الطيران وقصف المدنيين هنا وهناك برأي احنا ليس نحارب في بعضنا خليب برغازي طيارات تقصف وحرب عالمية غديكاي وفي طرابلس حتى ما مختلفين حكومة الوفاق المفروض نادم حكومة مام؟ اي هذا هو إحنا لو توقف أهلنا إحنا في منطقة الشرخية نفروض أهلنا في برغازي يجتمع يديروا دورة كبيرة مع بعضهم ويحاولوا كيف توقف الحرب هذه مش معقول إحنا فليبيين نقضوا طائرات فوق المدى متاعنا نقتلوا في بعضنا نعم وفي ليحنا عندنا مجلس رئاسي مع المجلس النواب يكون صريح مع بعض يقول كلمة خير يوم موحد في عمره ويشكلونا حكومة واحدة منهوا عن مشاكل هذه كلها أشكرك إذن سالم من مدينة طرابلس شكرا لك على هذه المشاركة وكذلك محمد من بنغازي إذن مشاهدين فسالم يرى بأن يلتفع جميع على المجلس الرئاسي المحترح يرى بأنه حلا في هذه البلاد حسب رأيه إلى بنت فبراير من مدينة أجدابية أهلا بك يا بنت فبراير أهلا بك يا بنت فبراير إذن مع بنت فبراير أحمد من الزلطن بك أولا أحمد من الزلطن أهلا بك السلام عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد التدخل الأجنبي قبلك سالم من طرابلس رأى بأنه سلبي في البداية ومن ثم قال بأننا لا سبيل لنا يعني إلا الخروج من الأزمة عن طريق المجتمع الدولي لأنه لن يتركنا وشأننا ماذا ترى أنت؟ طيب بالنسبة لأم المتحدة كحل وكطريقة لبناء الدولة والله مثلا فشية جاية أنها تجد تخدم مصالح الدولة الليبية بشكل مطلق هذا الخياري أن الأم المتحدة أساسا أتت لليبيا ليبناء بعض الأشياء يعني تجاية بشكل ملي أجندة معينة وهي مثل ديمقراطية حقوق الإنسان هذه تبجحات كلها لا تنطني علينا بالنسبة لي كعرب كمسلمين يعني معروف الغرب هذا ما جاء ليصلحنا ونحن لم نكن أفضل أساسا نحن العقيدة وإلا في أي شيء هي تطلح من الحادة نعرف بعضنا كمسلمين وكعرب يعني بالنسبة للأم المتحدة يعني بطلان إن هي جاية لاش تطلح ولا بتعمل بسيء في ليبيا لكن الأساس والمشكلة تحت هي مشكلة في المجتمع يعني كيف نتعايز سلميا فيما بيننا كيف نتنازل بعض ما لبعض هذه هي المشكلة يعني أما بالنسبة للأم المتحدة الحل ليس كل يعني الأم المتحدة أكثر من مرة تقول بأن الحل في ليبيا نعم أشكرك إذن أحمد من الزنطل إيا بنت فبراير من إجدابيا أهلا بك إيا بنت فبراير إذن نفحضنا الاتصال ببنت فبراير من إجدابيا نعم أنتح لبكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نواصل الحلق أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث من حلحة اليوم التي خصصناها عن التدخل الأجنبي في أشأن الليبي الداخلي لحل الخلافات يعني ما مدى القبول وما مدى رفض المشاهدين والمستمعين وكل شخص الليبي شارك معنا في التصويت الأسبوعي على هذه الحلقة والذي تجدونه في موقع القناة الرسمي النبا.تفي بالضغط على عقونة الاستطلاعات يظهر لكم التصويت يمكنكم التصويت قبل عشر دقائق من الآن لأنه بعد عشر دقائق سينتهي التصويت تماما على سؤال الأسبوع لدينا عودي لمشاركين عبر الاتصال الهاتفي ومعي عبدالله من بنغازي وعبدالبسط من القبة بك أولا عبدالله من بنغازي أهلا بك هلو مرحبا حياك الله يا عبدالله يا سيد محمد أنا بنتقدر في حاجة أنت غير منصف يتوزع الوقت بصراحة كيف ذلك؟ حاس يعني لسف وانا عارف انك رح تقع عليها كل ما تريد عبدالله عبدالله قل ما تريد ولكن لا تسب لا تقول أي شيء خارجها تفضل تفضل أنا أحطى الاتصال على من يتدخل ويسب الناس هذا أحطى الاتصال لدينا عائلات تشاهد هذه الحلقة وتتفرج هناك من يقول كلاما ربما بذيئا تفضل عبدالله قل رأيك هذا البرنامج لكم أنتم تفضل أول شيء نحن سمحنا بالتدخل الأجنبي إن كان نحن بش متفقين يعني طبيعي الدول الأخرى رح تتدخل أنت في نزاع داخلي وبعدين أنت توا قلت الطيران الأجنبي يقتل المدنيين وين؟ وضح وين يقتل المدنيين؟ يقتل المدنيين في غنفودا هذا كله تدخل ما رأيك فيه ما رأيك فيه؟ ليش ما تتكلم علي أنت مع النفش تفضل أنت تتكلم أنا فتحت لك المجال يا عبدالله يا عبدالله فتحت لك أنتظرني قليلا سألتك سؤال قلت لك يعني هل أنت راض على التدخلات الأجنبية وهل تراها إيجابية أم سنبية وفتحت لك المجال تحدث أنت فيما تريد أنا لم أحصرك في جهة معينة قلت لك التدخلات الأجنبية كلها تفضل الآن وقل ما تريد العالم يدخل يا سيد العالم يدخل لما نكون نحن في لزان نحن مش متفقين وبعدين نحن نسمح للعالم الآخر أن يدخل فيه وبعدين أنت عندك منطقة غربية موالية تركيا وقدر تدعم في المنطقة الغربية يعني هذا الشيء واضح حالة تدخل عمر رجبت علي حلطة أنت يعني يا عبدالله أنت لا تريد أن تفهم أنا أتيت بموضوع للحلقة بالتدخل الأجنبي كلا لم أستثني منه لا قطر ولا تركيا ولا الإمارات ولا برنادين وليون ولا كوبلر لم أستثني أحدا كل التدخل الأجنبي ما رأيك فيه ما رأيك في التدخل الأجنبي كليا نعم أبي ولكن المشكلة نعم أنت طلبتوه مش نحن من نحن من نحن أنا طلبت التدخل الأجنبي من نحن وضع أمريكا أنت تضرب دمرت صرف دمرت فقدنا بك الاتصال عبدالله من مغازي أعمل منك عادة الاتصال يا عبدالله وأشدد على ضرورة عادة الاتصال بنا يا عبدالله حتى نستكمل الحوار لأنك لا تريد أن تفهم بأنني وضعت حلقة للتدخل الأجنبي كليا وتتحدث بأنني أستثني تركيا وقطر أنا لا أستثني لا تركيا ولا قطر أتحدث عن التدخل الأجنبي بشكل عام إلى عبدالباصط من القبة أهلا بك عبدالباصط وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة الله والله أنا بنقول لك شيخي نحن طبعا نحن كليبيين ما فيش بيننا خلاف لكن أنتم اللي جبت الاستعمار أنتم اللي جبت من نحن من نحن من نحن الذي أتينا بالاستعمار من الأخوان طبعا بالنسبة لبريطانيا تستعمل في الأخوان أنت تقول أنتم الأخوان هل أنا أخوان هل أنا أخوان أنتم الأخوان من أخوان هل أنا أخوان الحاج الحاج عميل للاستخبارات الأمريكية لن أغلق عليك الخط ولكن لا تذكر عملاء وهذا الكلام يعني تحدث عن التدخل الأجنبي كليا يعني تحدث قبلك عبدالله من بنغازي وانتقد ترك كل شيء انتقد سرت قال تدمر سرت لم يقل تدمر قنفودة بل لا تدمر قنفودة يدمرون أطفال قنفودة يقتلون ويصبون نساءهم لم يتكلم يا أخي أنت لا ترى لا ترى في قنفودة اللي موجودون في قنفودة قاعدة يا رأس أي صور طيب لو سلمنا جذلا يا عبدالباسط لو سلمنا جذلا بأنهم قاعدة أليس بينهم أطفال ونساء وشيوخ ونهى رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عن قتلهم يا سبحان الله يا سبحان الله واش دار في ورشة فانا واش دار في بني وليل والأعمال اللي في طرابل والأشياء اللي احدثت ليش ما تتحدثواش عنها تفضل تحدثا تحدثا نحن تحدث تحدث تفضل التدخلات الأجنبية تحدث أخي لازم يكون عندك لازم يكون عندك أمر صراحة يا راجل هل لي في قنفودة هدوم جيش قرر فقدنا الاتصال رأي عام وبرنامج رأي عام هو لك أنت لتدلي به بصوتك ولكن تحدث باحترام فقط إلى ناصر من ترابلس ومحمد من درنا بك أولا ناصر أهلا بك أهلا بك سيد محمد حياك الله يا ناصر وموضوع التدخل الأجنبي في ليبيا طبعا ما فيش حد يرضى أي ليبيا مهما كان صيفتا ناصر لو ترفع صوتك قليلا لا سمعينك جيدا تدخل الأجنبي في ليبيا يعني مفيش حتى واحد يرضى بيه حتى لي يعني بش وطني مهما هيك يعني يعني زي ما تقول يعني من في حد يرضى بيه تدخل الأجنبي في ليبيا شوف تسلصرنا يا رجل السيولة لا من بعد العيد لتو ما فيش الأمور منخطة نايا حربة نايا مش عرب شيء ما تفاهمناش الحكومة كلها بره اشتراش ليه كداش يوم بره ليبيا ما اسمحش مسكت الليبيين هذا كيقول لليبي الحكومة هادي وهذا يقول لليبي الحكومة هادي ما تفاهمناش وقالاش جاعدنا هيك من تدخل الغربي هذا فهمت ما يبوش مصلحاتنا يبو مصلحاتهم همما بس تعبونا فهمت ومفروض السياسي السياسي نظوم هم اللي يكونوا فيهم تدخل الأجنبي يحاولوا هون من ليبيا بكل معايش نبوهم نبو ناس عايشين معنا يعرفوا دانا ويعرفوا المشاكل الليبية كلها هم اللي حلوا مشاكلنا تقعدنا يا راجل ما فهمناش سنة ما فهمناش سنة ما فهمناش سنة اشكرك ايدا ناصر من مدينة الترابل شكرا لك عن هذه المشاركة وصلت الفكرة الى محمد من درنا اهلا بك محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا محمد يا الله بناحكي لها احاقص التدخل السافر الأجنبي في ليبيا مه لماذا ما تكلمتش عليه لما تدخل في سيرة وخلاها ارض محروقة وخلها ميدان عنيف سيرة وخشع ورشفانا ثم قابلها عبدالوليد وقابل بن وليد غرور مزر غرور اللي تشهد خمسين نظر منه طيب محمد من درنة الآن السؤال واضح أمامك عن التدخل الأجنبي في ليبيا تحدث فيما تريد حسنا حسنا سأتحدث نقول قوات البريطان المرصوص هذا مش البنيان هذا البريطان المرصوص نحن نتحدث عن تدخل أجنبي لبنيان مرصوص وهم أبناء ليبيا يا رجل بريطان بريطان مرصوص يا أخي بريطان مرصوص مش البنيان يهديك الله يا محمد من درنة عين مارا عين مارا سجال يا كلب إذن هذا هو يعني إذا زي ما يقول المثل الليبي بغضهم تعرف ما في قلوبهم يعني نقول له كلمة ربما يظهر ما في جعبته من سوء ومن كلام بذيء ربما عائلتك تتفرج الآن عليك هذا يعكس مدى خلقك أنت وأنت تعرف بأن الإسلام يعني أمرنا بالخلق الحسن لا أمرنا بهذه الكلمات التي تقوله أنا أكرر مرة أخرى من ينتقد بأنني لا أتحدث عن جهة معينة فأنا طرحت سؤالا واضحا وصريحا ما رأيك وهل تعتقد أن التدخل الدولي في شأن الليبي سيحل أزمة البلاد التدخل الأجنبي في شأن الليبي ككل تحدثوا أنتم فيما تريدون تحدثوا عن قطر عن الإمارات تحدثوا فيما تريدون إذن مشاهدين الكرام إلى عبدالله من طرابس وعبدالله من غريان بك أولا عبدالله من طرابس أهلا بك حياك الله حياك الله عبدالله يعني ما رأيك في التدخل الأجنبي وهل تعطعت بأنه يلعب دور النجابي في ليبيا خلي نقول السؤال بطريقة أخرى أبضل يعني العالم الآن أصلح طرية واحدة معاش يعترف بهذا التدخل الأجنبي أو غير أجنبي عرفت العالم عنده قيم إنسانية يحملها يعني الأخلاف وعدم التجذب وعدم التجل يعني ما يجيب إنساعدك إنساعدك كونك إنسان مشكلة عندي مصالح فيك العالم عنده مصالح صحيح لكن هنه مشتتنا اللي بيقين وين الإسكانية اللي وقعت فينا واللي وقعت في ليبيا إنه عندنا كان مشروع عالمي في إطار العالم يعني الإخوان المسلمين عارفين شو ماذا يريد الغرب عرفت عرفتنا دليل الغرب مشلتهم انبضحوا عند الغرب هذا هذه الإسكانية اللي فيشلوا فيها الإخوان الإخوان فيشلوا في مصر وفيشلوا في تولد وفيشلوا اليوم وفيشلوا يفتلق المغرب طيب عبد الله ما ليس علاقة بالإخوان إن كلمة التدخل للأجن بيجب المساعة ديننا شن يقول وما اختلفتم فيه لشيء فحكمه إلى الله الله سبحانه وتعالى أعطان السورة وصلت الفكرة عبد الله من ترابلوس أشكرك جزيلا شكر مشاهدينا الكرام انتقل بكم لأذكركم بنتائج الأسبوع والاستطلاع الذي تجدونه على موقع القناة الرسمية النبا.تفي بضغط على أيقونة الاستطلاعات يظهر لكم ويمكنكم التصويت أعتقد أنه الآن انتهى التصويت وأرى الإجابات هل تعتبر أن الدور الدولي كان إيجابيا في ليبيا هذه النتائج إذن النتائج 14% يقولون نعم المجتمع الدولي يلعب دورا بارزا وإيجابيا في حالة يزمة البلاد 80% لا يرون بأنه يلعب دورا إيجابيا في حالة يزمة البلاد وستة بالمئة لا رأي لهم وتأخذهم الحيرة في هذا الموضوع أكرر مشاهدينا وأعتذر من كل المشاهدين عن أي لفظ بديء خرج من أي شخص شارك في هذا البرنامج وأونوه إليكم إلى أننا نطرح السؤال لتجيبوا أنتم وتطرحوا آراءكم لا نطرحوا نحن الآراء ولا نبدي آراءنا هو سؤال فقط التدخل الأجنبي تحدث في التدخل الأجنبي طيلة تاريخ ليبيا ولك الحرية في ذلك تقبلوا تحياتي أنا محمد العجمي وفي الختام أستطيعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمشاركة في برنامج رأي عام باستطاعتكم التواصل عبر الوسائط الآتية أو على الإيميل كما يمكنكم المشاركة هاتفيا عبر الأرقام التالية 021 362 0302 021 362 0303 021 362 0304 021-362-03-05 021-362-03-05